من سياقات هذا الحديث مع الدكتور سيف حتى الشباب يجهزون بعضا من الاتصالات مع الأخوة المواطنين يقول وكان واضحا في الكلام أن الجهات السياسية اعتقدت جازمة أنه بعد الوصول لإصابات 10-15 إصابة إصابة هي أنه العراق تعدى مرحلة الخطر وبالتالي لجأت إلى قرار حظر التجوال الجزئي ونحن هنا نقول نقول يابا الاختصاصات يجب أن يحترم يعني قضايا الدين خلوها للرجال الدين وقضايا الصحة خلوها للرجال الألم والصحة وقضايا السياسة خلوها للرجال السياسة نعم وإن كانت السياسة هي التي تقود المشهد بأكمله وبالتالي الدولة تخاف على الوضع الاقتصادي وعلى وضع الناس لكن حتى عندما تريد أن تقرر عليها أن تسأل أصحاب الاختصاص يا وزارة الصحة يا علماء يا طباء يا خلية الأزمة في وزارة الصحة نحن نريد أن نقرر هكذا شو تقولون القالوا إيه فأنتم تقررون والقالوا لا فأنتم لا تقررون لأنه عندما تقررون هناك أسباب وعندما لا تقررون هناك أسباب ومسببات مو كل شيء تعتقد أنت يجب أن تكون أنت وغيرك فلا هذا جزء الآن في هذه الحكومة في حكومة السيد الكاظمي نتمناه أن لا يكون وعندما يكون هناك مستشارون هؤلاء يجب أن يكونوا من ضمن الاختصاص ومشهود لهم بالخبرة والإمكانية والكفاة ترجمة نانسي قنقر